إلى إقليم ناجورني كارباخ حيث تعتبر مدينة أغدام أولى المدن التي دخلتها القوات الأذربيجانية بناء على اتفاقية وقف إطلاق النار التي جاءت برعاية نوسية في العاشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري وفي موفدنا إلى أذربيجان دخل المدينة ورصد لنا حجم الدمار الذي لحق بها من جراء المعارك التي استمرت مدة ستة أسانيق نحن نتواجد الآن في مدينة أغدام التي دخلتها القوات الأذربيجانية بناء على اتفاقية وقف إطلاق النار التي رعتها روسيا بين أذربيجان وأرمينيا كما نشاهد دمار كبير حل في الأبنية والمنازل السكنية جراء المعارك العنيفة التي استمرت على مدار ستة أسابيع في هذه المنطقة مدينة أغدام كان يقطنها أكثر من 140 ألف مواطن أذربيجاني هجروا جميعا في تسعينيات القرن الماضي بعد دخول القوات الأرمينية إلى هذه المنطقة مع بقاء جزء صغير من مدينة أغدام لا يتعدى 25% تحت سيطرة أذربيجان عمليات إعادة الأعمار قد تستغرق وقتا طويلا بسبب الدمار الكبير الذي حل بهذه المنطقة لكن السلطات الزربيجانية تقول بأنها سوف تشرع على الفور بإعادة البنية التحدية في مدينة أغدام تمهيدا لعودة النازحين إلى هذه المنطقة عدنان جان العربي من مدينة أغدام ترجمة نانسي قنقر